ما رأيكم بالروتي؟ ما رأيك يا صلاح؟ صلاح كده أحسك كأنك مغصوب لما تقول لي حلو وحشك الروتي حق عدن وش أحلاك الروتي حق عدن أو الروتي حقي؟ حقي أحلى بيوتي حق بيوتي بيوتس كريس فاصل رويهم رويهم كيف؟ رويهم هم أكيد اشتاقوا لي يدك الحلوهات رويهم فاصل ميبان شوف أعمل لي كذا في غرصة أفتحوا 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 أشوفوا يا بنات القرمش والله أفتحوا طيب فسأني ما حمرتوش من فوق لأنه شوفوا تحمر عليه من تحت طب افتحوا لي إياه أنا أصور ماذا بيستكين؟ هنا 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 عشان نشوفوا نبدأ بيبوكات بيقرمش قش 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 يلا تهلي تهلي قبنة أي واحدة أي شيء أه ماشي قبنة طماطم مرسيت ما قبطع أخيرا أكل بالسليس بالقبنة الشيطر هي قبنة رومي شوفوا ما شاء الله شوفوا مرسيت ودنة رهيب والله صدقوني رهيب 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 شعر مرسيت قبضة مرسيت قبضة مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم تكونوا طيبين اليوم بتكلم لكم على صواني الروتي زي ما يقولوا أخيرا وليس آخرا طبعا أني حبيت أني أخر هذا الفيديو لأني كنت أبحث عن صواني الروتي وأشتي معلومات أكتر فاليوم بتكلم لكم على أنواع صواني الروتي المتوفرة في اليمن وخاصة في عدن أنا لما نزلت عدن رحت لفرن فرن يبيع الروتي قتله أشتشتري منك صينية الروتي فراح قبلي هاد الصينية قال لي بس شوفي يا أختي نصيحة مني أني ما تنفعش لأفران البيت الغاز لأنه هاد تقيم قلفا تقيلة وتشتي نار قوية زي فران حطب تشتي قال لي روحي أعمليها عن حداد فراحت أني كنت أمشي بشارعة طويل دخلت زغطوت سوق البهرة في عدن فشفت واحد يعني يبيع معادن وبيع زي كده أشياء وحق المكيفات في سوق البهرة فاشتريت هذا القالب تلاحظو ذا القالب السماكة حقهم زي الروتي ويطلع الروتي صراحة مش كتير حلو أو مش مضبوط زي حق المخابز فراحت إيش دلوني على واحد اسمه العبسيف كريتر الطويلة هو حداد يعمل لأصحاب الفرن يعمل لهم القوالب فقال بعمل لي قالب زي حق الأفران بس يكون سماكته أقل يعني مزي حق الأفران بحيث أني أقدر يعني أشغله بأفران البيت حكم قرص الروتي والعرض زي حق الأفران كأني قالب فرن أفران يعني حق الروتي لكن أنه أخف منه بقليل لكن شوفوا بصراحة بقول لكم تقيل هذا مش خفيف خفيف لكن قالت لكم أخف من حق الأفران طبعا هذا الفرق بين شوفوا حكم الفرق بين هذا المعدن الألمنيوم وحكم حق الروتي اللي عمل لي العبسي فرق يعني شاسع أنا ما عقبنيش المعدن لكن استخدمه لأنني مضطرة مرات يكون معاي عقينة فاضطر أني أستخدمه بس للأمانة ما يطلعش حلو يعني شوفوا هذا الكبير المعدن الألمنيوم وهذا حق العبسي اللي ما شاء الله كأنه حق المخابز بصراحة بقول لكم ياه وبعد ما أخذت من العبسي أخذوه لفرن فرن حطب فرن يبيع الروتي حطب أصحاب الفرن أش عملوه دهنولي ياه يكانوا دهنوله زيت ويدخلوه الفرن وبعد كده عملوه في بروتي عشان إيش عشان يعطوني إيش يسمونه يسبروه أو يسلكو القالب لي عشان يعطيني كأني لما أقي طبخ فيه كأني عملت الروتي قبت الروتي من فرن حق حطب وتعرفوا أصحاب عدن يعرفوا الأفران الحطب إشهي كيف تطلع الروتي حلو غير الأفران الغاز قلس عند أصحاب الروتي إلي أسبوع أو عشر أيام وهم يدرسوا ويقهزوا لي بعد استلمت وعملت فيبو أحلى الروتي وكمان الآن بكلمكم على هذا القالب اللي عندي وهذا القالب الصامولي أو ممكن الفطاير أني أخذته من الحسين توب أب في السعودية وهذا كمان أخذته من قصر الأواني في السعودية حق الصامولي سأقول لكم بصراحة أنتم تقدروا تروحوا لأي حداد أو يعني مكان يعمل ألمنيوم وتروزوا صور ويعمل لكم وتأخذوا القياسات لأنه صواني الروتي حتى اليمنية يعني كانوا ليه قياسات معينة ليه سايز معين عشان آ larوتي زي نحق الأفران ليه كان حتى سألني هل تشتي كبيرة أو تشتي زي الفرّ كيف تشتي حكم الروتي كان سألني كيف تشتي زى أفران بالضبط أو تشتي زى حك الله يعني ويعني انتي حبته يعني قطورا اشتي نفس حكم الأفران يطلع لي الرتين فعملي صراحة شوفوا Desert حكم الأفران طبعا سألني تتتتتتتةة إبو 8 يا تشتي تم. أös term 10 اِ то 5 قراص فأني قلتت لأ he 8 قرصة يعني اشتي قالب يارتني طلبت ابو عشرة لكن مش مشكلة اذا اني نزلت عدن وكان موجود هذا العبسي ان شاء الله بروح واكيد بعمل عنده فاني مش عارف اذا هو الا الان يعمل ما يعملش في احد تاني ما فيش احد تاني يعني ما عرفتش اني اقبلكم اكتر من واحد انتم اكتبوا لي هنا يعني خلو الكل يستفيد اذا تعرفوا احد يسوي كمان اعمل نفس المواصفات اللي اني الان وصفت لكم اياها كمان شوفوا وكلموني حاجة انهم يغسلوا نوش ابدا قالوا لي انت بي تغسلي القالب دايما امسحيه بزيت فقط وخلص اني صراحة امسحه بزيت فقط ابدا ما غسلته لانه بس استخدمه للروتي ومحافظة عليه اغطي عشان الاتريبه وكده وشوفوا ده القالب كيف القرص كيف شكله وكده شكله مش صراحة شكله مش زي الروتي ولو خليت عقينة كبيرة يطلع كده كبير مفتح كأنه توست لكن القالب مش سيء يؤدي الغرض يعني تقدروا تعملوه اذا ما لاقيتوش ولاقيتوه نفس هذا القالب تقدروا تعملوه في بالروتي بس اكيد مش زي اللي معه قالب الاسود هادا اللي معايا اللي يكون خلاص قدوه محروق قدوه كده في بوم يعمل طعم حلو يعني في الروتي نفس الافران ما تقدروش تفرقوه بينوه وبين حق الافران بصراحة بقولوكم ياها عادي خدوه يعني مش مشكلة بس انا حبيت اني يعني انبهكم واكلمكم يعني وفهمكم الفرق ولو كان عندي اكتر من واحد اعرف فين يعملوه اكيد كنت نزلت الفيديو من قبل اني ملاقتش احد يعني يدليني احاولت اسأل او مكان يوفروا عشان اقولكم انه متوفر في كده او كده لاني مش عايشة في عدن لو كنت عايشة في عدن اول يمان كنت يعني اكيد رحت بنفسي وبحثت وقبت وقلت لكم فين وصورت لكم يعني كمان وشوفوا قبل ما كان هذا القالب عندي كنت عملوه بصحون القصدير وان شاء الله بنزل لكم المقطع حق طريقة عملوه بصحون القصدير بمقطع شورت لانه المقطع بالطولي او اني صورت لكم من القديد وعملت فيه عشان تشوفوه طبعا الروتي بعد ما يكون يقرمش بعد فترة يرقع يطرع عادي يرقع رطب الروتي يعني عادي وانتم الان بقول لكم بصركم تشتروه قادرين توفرونه زي ما تحبوه هذا اليوم فيديو عن القوالب الروتي والقوالب كامل بالعافية ليولكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنت حلو منكم